السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة طلبات الصف الاول السانوي ان شاء الله نبدأ معكم الحلقة التانية الحلقة رقم اثنين مادة الاحياء كنا بدأنا بكروموسومات ولا سانوي ولا سانوي كنا بدأنا الكروموسومات والنظرية كروموسومية للعالمان بوفي وساتن بنقول النهاردة هنتكلم على بقية الجزء الخاص بالكروموسومات كروموسومات بنقول النظرية بتاع الكروموسومات قلناها واتكلمناها بهدوء خالص الكروموسومات عددها ثابت في الزكر والانسة نبدأ نبص كده في زكر وايه وانسة زكر وانسة ايه الفرق؟ الفرق كالقاتي نبص كده في الترتيب بتاع كروموسومات احنا قلنا الطرز الكروموسومي هو ترتيب للكروموسومات تنازليا حسب حجمها خلاص تنازليا حسب الحجم بعد كده ايه؟ التركيم في عندي المرة اللي فاتت نبص على المنظر اللي عندنا ده في كتاب الامتحان بنقول الطرز الكروموسومي في الانسان الزكر بيختلف عن الانسة في زوج الكروموسومات الجنسية فقط ودينا مسألة من المسؤول بعد ربنا وكلمة بعد ربنا تحتها خمس تلاف خط خلاص مليون خط هو الزكر خلاص لاختلاف الكروموسومات الجنسية في الزكر يبقى الزكر فيه اكس واي هنا الانسة اكس اكس واتفقنا وعملنا المسألة ان الزكر هو المسؤول بناء على ان ربنا ان اراد زكر بينشط الكروموسوم واي ان اراد انسة بينشط الكروموسوم ايه واي نبص للمنظر ده بقى كده بنقول ترتيب تنازلي حسب الحجم من واحد الاتنين وعشرين دي الكروموسومات الجسدية طب الجنسية مختلف تماما انسة شفنا شكلها ازاي طيب الزكر شفنا شكلها ازاي المعلومة اللي عايزين نركز عليها برضو ان يوجد في انسة ستة واربعان كروموسوم وده ما فيهاش يظهر ولا كلام يبقى لو جاب لي الشكل ده لو جاب لي الشكل ده خلاص طيب هنتكلم ازاي ونشتغل ازاي لو الشكل ده اتكلم عنه ها اولا انا ابص لو فيه ازدواج في الكروموسومات زي ما احنا شايفين يبقى يا اما زكرا او انس طب انعرف منين الزوج تلاتة وعشرين بيبقى اجيب الاركام ابص عليه لو الاتنين متماسلان خلاص ونفس الطول الولماء بيقولهم ترتيب الحجم ان الاكس والاكس او الاكس والوي ترتيبه رسميا بعد السابع خلاص بعد الكروموسوم السابع الجسدي ولكن بيوضع فيه اخر الايه الترتيب او فيه ترتيب معاه زي ما انتم شايفين كده يعني هنا بعد الثمانتاشر خلاص محطوط هنا وهنا بعد الثمانتاشر مفيش مشكلة مش عايزين نعمل خلافات في الرأي وخلافات في الكلام عشان عايزين نفهم بس وخلاص يبقى ترتب هزي الكروموسومات في ازواج متماثلة تنازليا حسب حجمها من واحد لايه لتلاتة وعشرين حيث تسمى الازواج من واحد لاتنين وعشرين كروموسومات الايه الجسدية يسمى الزوج رقم تلاتة وعشرين بقى كروموسوم الجنسي لانه يحمل معلومات الوراسية الخاصة بتحديد الجنس يا تارا زكر او انثة واحكناها واتكلمنا عنها الحلقة الماضية لسه حتة جزئية صغيرة عشان نخلص من الكروموسومات دي النهاردة وفيها اسئلة هنبص عليها مع بعض زوج الكروموسومات الجنسية طبعا دي الانثة الاثنين زي بعض الزكر مختلف عندي الاكس زي الاكس اللي موجود في الانثة ولكن الواي اللي هو قصير شوية وشكله بالطريقة دي لانه يلي زوج الكروموسومات رقم سبع يبقى بيقول لعلل زوج الكروموسومات الجنسية اللي يخضع في نهاية الكروموسومات. ممكن يبقى في الوضع ده زي ما احنا قلنا. ممكن يكون في ايه? اي وضع. المهمة هندور على الكروموسوم رقم تلاتة وعشرين. لان لو جاب لي السؤال بيبقى مرقم الايه? الكروموسوم. غير متماثل في الزكر زي ما قلنا. ها? فاحدهما طويل والاخر ايه? قصير اللي هو الواي. متماثل في الانسة اللي هو اكس واكس. لذلك يختلف الطرز الكروموسومي لزكر الانسان عن الطرز الكروموسومي لانسة الانسان. دي كان اخر جزئية هنا. ولكن جايب لي برضو مقارنة جميلة الى حد ما. بيقول لي بالنسبة للخلايا الجسدية. الطرز الكروموسومي لخلية جسدية في انسة الانسان. هلاص? انسة انسان يبقى اللي تنزع بعض. لسه الا من شوية. عرفت ان هي جسدية منين اللي هي كلها في ازدواج. الطرز الكروموسومي لخلية جنسية. يعني ايه خلية جنسية? يعني مشيج. يعني ايه مشيج? واركز بقى. اقول له جنسية وخلاص اه بالمناسبة ده ممكن يبقى ذكر او ممكن يبقى انسة. ليه? لان 23 جايب لي الاكس بس. خلاص فقد يكون بويضة صح? وقد يكون ايه? حيوان منوي به الكروموسوم ايه? اكس. نركز الحتة دي. يبقى تحتوي نواة المشيج المذكر الحيواني المنوي والمشيج المؤنس البويضة في الانسان على 23 كروموسوم بس. شايفين? فردي. تبدأ قال له انسة ليه? لانه ممكن يجيب له المنظر ده ها ويقوم عامل لي ايه? واحدة من اللي هي اكس. والوا يقوم عاملها لقصيرة. يبقى ده اطرز الكروموسومي اللي خليها جسدية في ايه? في انسة الانسان. خلاص? طبعا دي عملية الاخصاب اللي خدناها السنة اللي فاتت في تلتة اعدا دي. خلايا المناسل الانسوية في المبيضين اللي بركز عليهم الحصة اللي فاتت. المبيض فيها ستة واربعين كروموسوم. يعني خلية في جسم الانسان. لكن ما ينتج عنها بقى اللي هو البويضة. ها? عدد فردي اهو نص المادة الوراسية. طب خلايا المناسل الزكريا في الخصياتين. اه. ستة واربعين كروموسوم. 23 زوج. طيب الديني. هيعون ما انا فيه كام في النواة بتاعته? 23 كروموسوم. حصل اندماج او بدأهم ها? يندمجه مع بعض. اذا كون لي زي جد ستة واربعين ايه? كروموسوم. يبقى ده جزء ايه? مهم جدا جدا جدا. وان شاء الله هنكمل الاجزاء اللي احنا شغالين فيها. يعني نشوف سؤال من الاسئلة اللي موجودة ديت. سؤال اهو عشوائي. ها? الشكل المقابل نبص كلا ونركز. دي اسئلة موجودة في البوكلة فعلا. وموجودة السنة الفاتت وجدت فعلا في الامتحانات. الشكل المقابل يوضح الطرز الكروموسومي لنقط. بالراحة خالص بقى معلش? ده كتاب مستخدم السنة اللي فاتت ما يهمش عشان لو لقيته حاجات تعلمات موجودة او حاجة. ولكن هنعتبر ان ايه مش موجود. لان لما البهوات يقول لنا لايه كتب او نلاقيها في السوق. لان لسه ما نزلتش عندنا في ضمياط. الشكل المقابل لوضح الطرز الكروموسومي ليه. افكر كده. اولا في ازدواج معلش? يبقى خلايا جسدية. مش امشاج. طيب اده حاجة. الحاجة التانية هبص على مين? ها? رقم تلاتة وعشرين. ده مش كاتب لتلاتة وعشرين. كلها مترقمة معادة اخر واحدة. اخر واحدة ومحضوط في نفس الموضع. يعني بعد التمنتاشر. يعني برضو خلي فيه. اه يعني تكت مخز قنونة كده. ناخد بالنا من. خلاص? يبقى في الحالة دي زكر? اه. يبقى زكر الانسان. حلنه صحة وكويس. ما شاء الله. يبقى ده سؤال من الاسئلة اللي بتيجي. نشوف منظر تاني. اللي انديك قررت كتير بصراحة. نشوف سؤال تاني اهو. وكتاب مدرسة. مع علامة ديت اللي هي علامة كتاب المدرسة. خلاص نبص بالراحة خالص. برضو نفس الكلام اه ده مذكر. طب انا عرفت منين? اهو ما قدامي اهو تلاتة عشرين اهو. خلاص? بالراحة بقى كده. ونبص بصة بسيطة خالص. الشكل مقابل يوضح ترز الكروموسومي لخلية في جسم الانسان. خلاص خلية في جسم الانسان. يبقى معلش مش ماشيك. هل الترز الكروموسومي يمثل خلية جسدية ام خلية جنسية? شيء طبيعي طالما في ازدواج بخلية ايه? جسدية. طيب ولماذا? لانه توجد في ازواك. يعني توجد في ازواك اه? لانه ستة واربعين كروموسوم. تلاتة عشر زو. هل يمثل خلية لزكر ام خلية لانسة? ولماذا? كده بمدرس ما ننساش. ها? طبعا هنا هنا يمثل خلية لزكر. ام خلية لانسة? ولماذا? قلنا لزكر. دي لماذا? لان الكروموسومات غير متمثلة. خلاص الكروموسومين الاثنين ايه? مختلفين? رقم جين نشوف جين بيقول ايه؟ كم عدد الكروموسومات الجسدية? عدد الكروموسومات الجسدية اتفقنا 44 44 كروموسوم وكم عدد الكروموسومات الجنسية زوج واحد يعني خدوا بالك 44 كروموسوم هنا و 2 كروموسوم كروموسوم هنا 22 زوج لو تكلمنا بالأزواق 44 كروموسوم اللي عاوز يفهم بيتسوي 22 زوج من الكروموسوم كروموسومات طيب هنا 2 كروموسوم يعني زوج واحد من الكروموسومات الجنسية كروموسومات الجنسية نركز قوي في الأسئلة دي أسئلة مهمة إن شاء الله خلاص ديت تقريبا عشان نبدأ بإذن الله الحلقة القادمة بإذن الله نبدأ مباشرة في قوانين مندل أو الدرس التاني مباشرة بس في سؤال هنا حلو هو برضو نشوفه قبل ما نختم الحلقة في سؤال موجود في نفس البوكلت أسئلة البوكلت نبص على كده ويبراحة وبيهدوء يعني خلينا في بتاع كتاب المدرس عشان إيه مش عايزين تألفات كتير في الشكلين المقابلين أعطيني شكلين قدامي أين من الترزين في واحد واثنين شيء طبيعي إن فيه ده مزدوج يبقى خليها جسدية هنا فيه مفرد طبعا عرفت اللي هو مفرد منين قدامي خلاص يبقى في الحالة داية نبص المنظر كده أي من الترزين يمثل خلية جسدية طبعا رقم واحد وإيهما يمثل خلية جنسية ولماذا رقم ايه رقم اتنين خلاص يبقى نركز خالص كده وبهدوء يبقى جسدية اللي هو شكل رقم واحد طبعا الجنسية رقم ايه اتنين هل الترز الكرموسومي رقم واحد يمثل خلية الزكر ام خلية الانسة خلاص احنا بينقسات زفيها الاتنين متمثلين زي بعض متمثلين مش مهم طولهم ايه ولا مش طولهم ايه الاتنين فيه تماثل يبقى خلية ايه انسة على طول اهي خلية انسة ها ولماذا لان الخلية متمثلة الكرموسومات متمثلة كم عدد الكرموسومات الجسدية عدد اي كرموسومات جسدية نحطها قاعدة في دماغنا اربعة واربعين ايه كرموسوم بينقسين اتنين وعشرين زوج من الكرموسومات وكما عدد الكرموسومات الجنسية في كل من الطرزين يعني وسائلني سؤالها في كل من الطرزين كما عدد الكرموسومات الجنسية في كل من الطرزين واحد واثنين رقم واحد عدد الكرموسومات الجنسية فيها زوج طيب في رقم اتنين ده في رقم واحد رقم اتنين ها كروموسوم واحد كروموسوم واحد هنا زوج من الكروموسومات ياريت تكون واضحة ها الطرز واحد عشان معلش خلية كاملة مش يعني قصد خلية في جسم الانسان يبقى لازم يبقى فيها زوج من الكروموسومات الجنسية من الكروموسومات الجنسية ده في رقم واحد واضح جدا في الرسمة هي تب هنا في الجنسية في كل من الطرز التاني بقى الطرز التاني بنقول هنا هو كروموسوم واحد فقط في رقم اتنين في رقم اتنين يبقى رقم واحد رقم واحد فيها زوج من الكروموسومات الجنسية ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة نحاول نركز نبص نفهم عشان ده اسئلة فعلا مقررة بوكلت من السنة اللي فاتت مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة ضميات الجديدة ويا ريت نوصل فيديوهات لزمائلنا كلنا عشان القناة تنتشر ونستمر باذن الله الترمي التاني في التلات فروع كيميا وفيزياء وعحياء وما ندخلش نتفرج وخلاص ونقلب لا لازم نشترك ونعرف زمائلنا كلنا نشتركهم عشان القناة تكبر بيكم باذن الله وفضل من ربنا مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة ضميات الجديدة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته